بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسليين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبنادي طلب الطالبات صف الأول إعداد إذا كم عمين إيه؟ يا رب يكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنشاء مع بعض بارت ون في يونت ناين منها يتقيم هايتو معكم بسمها الحمدي كانت ساوا انجلش يلا بينا قلنا هناخد النهاردة بارت ون في يونت ناين ساقبل ما نبدأ في الدرس ياريت متنسوش لايك للفيديو ويسابسكرايب القناة لو لسه مش مشتركين ونشارل الفيديو لأصحابكم عندي يونت ناين بعنوان Crime Scene يعني مسرح الجريمة نشوف بقى الكلمات بتاعتنا نقرأها أول حالي عندي كلمة Arrest معناها يقبض على To take someone to a police station يعني ياخد شخص لمركز أو اسم الشرطة Chaos معناها فوضى Chaos يعني فوضى A situation where everything is disorganized and confused يعني الحالة اللي كل حاجة فيها بتبقى غير مرتبة وفوضوية Charge معناها يتهم بي Accost someone of doing something bad or illegal إن الشخصي بقى متهم بفعل شيء سيء أو غير قانوني Close معناها مفاتيح اللغز Pieces of information that help someone in an investigation يعني سمة معلومات بتساعد الشخص في تحقيق أو في التحريا Crash معناها تحطم أو عطل Suddenly stopped working يعني التوقف عن العمل فجأة Guilty معناها مزنب Being responsible for doing something bad or illegal يعني إنه يبقى مسؤول عن فعل شيء سيء أو غير قانوني A halt معناها توقف عن العمل A situation when something stops moving or happening يعني الحالة اللي الشيء فيها بيتوقف عن الحركة أو الحدوث يعني Investigation Investigation معناها تحري A process to find out how or what caused something هي عملية اكتشاف أو إيجاد من من أو ماذا يتسبب في الشيء ده Release Is ده فرب معناه له معاني يعني مختلفة من معاني ينشر أو يطلق صراحي يحرر ساجين Reward معناها مكافأة أو فرب معناه يكافئ Money someone receives for helping to find someone or something يعني الفلوس اللي الشخص بيحصل عليها أو بيكسبها نتيجة مساعدته في اكتشاف شخص أو شيء Suspended sentence يعني حكم معلق حكم مع إيقاف التنفيذ Delayed punishment عقوبة مؤجلة A person will only receive if they do something bad or illegal again during a certain period of time هي عقوبة يعني قلنا إيه مع إيقاف التنفيذ بس الشخص بينفزها فعلا لو خلال فترة محددة هو عمل إيه عمل جريمة تانية أو عمل مخالفة تانية Trees معناه يتتبع أو يقطفي أثر Found something or someone you were looking for يعني إنك تتتبع أو شيء أو شخص أنت بتبحث عنه يعني إيجاده تتتبعوا لحد ما تجده يعني Trial معناها محاكمة An examination in court To decide if somebody is guilty or a crime ده دي معناه المحاكمة دي طبعا بتحصل في المحكمة علشان من خلالها يعني بيتم إقرار إذا كان الشخص ده مزنب في الجريمة دي ولا لأ Vital معناه ضروري أو حيوي Very important Tip of معناه معلومات سرية Secret information that you give to someone معلومات سرية أنت بتعطيها لشخص Delete معناها يحذف To remove something that you have written or restore in a computer تحذف أو تزيل أو تلغي يعني شيء أنت كتبته أو خزنته في جهاز الكمبيوتر Install معناها يثبت To put programs into a computer and make it ready to use يعني إنك بتضع برنامج في جهاز الكمبيوتر وتخليه مستعد للاستخدام Update معناها يحدث To make your computer programs more modern أنك تخلي جهاز الكمبيوتر بتاعك يعني بتحدثه Protect معناها يحمي To keep something safe بتحفظ على الشيء دائي safe يعني آمن في آمن Files معناها ملفات Information that you store on your computer المعلومات اللي أنت بتخزينها على جهاز الكمبيوتر بتاعك Attach معناها يرفض To send documents with your mail With your mail يعني تبعت وصائق أو مستندات B الإيميل بتاعك Software Sorry Software that programs that do particular jobs on your computer هي البرامج اللي بتؤدي وظيفة خاصة على جهاز الكمبيوتر بتاعك نشوف الكلمات دي Scene معناها مشهد أو مصرح Crime تينيجر مراهق Northern شمالي Virus Spread ينتشر Say مقال Genius create يخلق Serious يد أو خطير Damage رائع Terrific Report تقرير أو بمعنى يبلغ Detective معناها محقق أو مخبر سري Prison Seagal Seagal Infect يعني يعدي Avoid يتجنب Protect يحمي Repair Opportunity فرصة Consequences نتائج Admit يعني ترف بي Surprised يعني مندهش Delighted يعني مصرور أو مبتهج Classmate زميل دراسة Havoc معناها ضمار Criminal يعني مجرم Terrible فضيع يحكم أو قاضي بمعنى judge Enormous ضخم أو هائل Realize يدرك Commit يرتكب Cause يسبب يعني click Within يعني خلال غير قانوني Illegal Frightened معناها مرعوب Offer معناها يعرض React يتفاعل يتصل بي Contact Postal Service يعني خدمة البريد أو الخدمة البريدية Brilliant معناها لامع رائع Fight يحارب Author يعني مؤلف حواجز أو موانع أو أمان يعني Firewalls Document وثيقة Destroy يدمر Eventually في النهاية Innocent بريد Shoplifting سرقة محلات Investment معناها استثمار Peaceful يعني مسالم Successfully بنجاح Attack يعني يهاجم جابي هنا بقى كلمات كده خاصة بالكمبيوترز عندي هنا Attack معناها يهاجم Backups نسخ احتياطية من ملف Backups Install يعني يركب Protect يحمي Update يعني يحدث Software برامج صوفت Files يعني ملفات Delete يعني يحزف هنا بيكلمني في الجزئة دي عن تكوين ال Adjective الصفة بيقول ان احنا ممكن نكون صفة عن طريق ان احنا بنضيف او بنضع كلمتين اسماء مفردة مع بعض وفيه في النص بينهم بنحط hyphen اللي هي شرطة سواء ارقام بقى كلمات دي ارقام او اسماء مفردة طبعا وفي النهاية بتدين او بمعنى بتاعها Adjective يعني صفة ونشوف امثلة كده مع بعض بيقول لي مثلا It was an investigation for three months يعني ده كان تحقيق لمدة ثلاث ساعت فلو عايز اعملها Adjective يعني اقول ايه يعني اقول التحقيق اللي مدته ثلاث ساعات يعني نقول مثلا يعني الذي تبلغ مدته ثلاث ايه ساعات الثلاث ساعات يعني فاقولها ازاي اقول A three month investigation A three month investigation نخبرنا عندي three وعندي month دي كلمات مفردة وفي بينهم ايه hyphen طيب بيقول كمان We had a wait of two hours يعني احنا خدنا او انتظرنا كده لمدة ساعتين فممكن نقول ايه ممكن نقول A two hour wait يعني الانتظار اللي مدته دامت ايه ساعتين A two hour wait وبينهم اه بين الكلمتين hyphen They stayed in a hotel with five stars يعني هما انتظروا في فندق ايه خمس نجوم لو عايزين نقول ايه الفندق الخمس نجوم يعني نقولها ايه نقول A five star hotel A five star hotel ومننسيش ال hyphen It's a walk of ten minutes يعني دي كانت نزهة او جولة لمدة عشر دقايه فنقول A ten minute walk A ten minute walk There is a motorway with five lanes نقولها ازاي برضو نقول A five lane motorway A five lane motorway You have to write an essay of 300 words يعني لازم تكتب مقال من 300 كلمة فنقول ايه ها المقال اللي يعني مسحته او عدد كلماته 300 كلمة نعملها تبقى كأدجكتف يعني فنقول ها A three hundred word essay He works in a building with ten stories يعني هو بيشتغل في مبنى المبنى ده مكون من عشر طابق فنقول ايه نقول ها برافع عليكم A ten story building A ten story building They want a car with four doors ها نقول ايه A four door car A four door car يعني السيارة زيادة ايه الأربع أبويب طيب نشوف هنا عندي الصفات دي الصفات دي عندي جابلي مجموع من الصفات ويه عندي السنانم او الميننك بتاعها معاناها وصفات دي عندي كل صفة قبلها كلمة ايه very very اكاي هتبقى عليها extreme adjectives يعني الصفات فيها مبالغة قوي فنشوف المعنى بتاعها ايه اما يقولي مثلا very big very big معاناها ايه معاناها enormous يعني ايه enormous enormous معاناها ضخم هائل مش بس كبير لا ده كبير جدا very big equal enormous very small يعني ايه مش بس صغير لا ده صغير جدا دقيق بنقول عليها كده معاناها ايه tiny ضئيل very surprised equal astonished يعني مندهش very clever equal brilliant معاناها رائع ايه زكي جدا لامع very happy equal delighted يعني مسرور very bad equal terrible فضية very good terrific يعني رائع very scared very scared يعني terrified يعني مروب طيب اه هنا جايب لي بقى حاجة تانية خالص اه اللي هي الايه collocations جايب لي هنا عندي مجموعة من ال verbs بيقول لي ان ال verbs ده لما تقوله الواحده ما تفهمش معناه يعني ما تفهمش معناه الا لم يجي معاه كلمة تانية ليه لان الكلمة اللي بتيجي معاه هي معناه بيتحدد على حسب الكلمة اللي جاية معاه زي مثلا اما نقول verb commit كلمة دي لو جيب بعدها كلمة crimes commit crimes معناها هي ارتكب جرائم طيب لو قلنا commit yourself to يعني يلزم نفسك بيه يبقى الكلمة اللي جات مع الفرب هي اللي ايه هي اللي حددت معناه spend دي مثلا لما نقول spend time معناها ايه يقضي وقت لكن لو قلنا spend money معناها ينفق المال يصرف مال release لو قلنا release prisoner معناها يحرير ساجين يطلق صراحة لكن لو قلنا release film او virus معناها ينشر فيلم او ينشر فيروس charge لو قلنا charge بطاري مثلا بقى معناها يشحن بطارية charge someone with a crime معناها يتهم شخص بجريمة offer offer معناها لو قلنا offer a reward معناها يعرض مكافأة offer money معناها يعرض مال leave كلمة leave لو قلنا leave a place يترك مكان يغادر مكان لكن لو قلنا leave a meal يعني يترك ايه يترك واجبة اوكي طيب نكرق مع بعض بقى الدرس بتانه نشوف كدا بيقول ايه بيقول ايه الاول العنوان بتاعنا بيقول يعني تهديد عبر الانترنت فبيقولي يعني في عيد ميلاده 18 شاب مراهب كده من قرية صغيرة في شمال المانيا نقر send ارسال على جهاز الكمبيوتر بتاعه يترى عمل send او عمل ارسال ايه within three hours في خلال ثلاث ساعات اللي حصل بقى بعد ما عمل send the postal service in Taiwan was in chaos يعني البريد او خدمات البريد في تايوان توقفت computers in hospitals and banks in hong kong had crashed وكمان اجهزة الكمبيوتر في المستشفيات والبنوك في hong kong هي كمان توقفت على العمل and trains in australia and planes in the usa had come to a halt و الكطارات في استراليا والطيارات في الوطن المتحدة الامريكية تعطلت how could a young man cause so many problems for people in places that were thousands of kilometers from his home يعني ازاي كيف يمكن لشاب صغير يعني يقدر يسبب كل هذا الكم من المشاكل لناس في أماكن بعيدة عنه ألاف الكيلو مترات عن منزله of course there was only one answer he was the inventor of the terrible computer virus Sasser يعني بالتأكيد أو بالطبع في إجابة واحدة إنه هو المخترع بتاع virus الكمبيوتر الفضية ده اللي هو إيه Sasser after a three month long investigation يعني بعد تحريات دامت ثلاث شهور the police traced the virus to teenager to teenager Sphen Sphen يوشن's computer and try and they charged him with criminal damage يعني بعد تحريات عادت أو دامت ثلاث شهور الشرطة تتبعت الفيروس يعني توصلت إلى التحريات وصلتها ل teenager Sphen يوشن's computer لجهاز الكمبيوتر بتاع من تعسفن يوشن هو طبعا اسم الميني and they charged him with criminal damage ويتهموه ب يعني أنه عمل مشاكل أو عمل جرائم يعني في المحكمة في المحكمة بعد ذلك بشهور قليلة يعني القاضي أو القاضي في المحكمة وجد أنه مزنب لأنه وضع الفيروس فيروس الكمبيوتر الساسر على الانترنت وحكم عليه بواحد وعشرين شهر مع إقاف التنفيذ He avoided a five year prison sentence because he was only 18 when he committed the crime هو يعني تجنب أو ما حصلش على السجن بمدة خمس سنين لأنه هو كان صغير في السن في الوقت الده وكان عمره 18 سنة لما ارتكب الجريمة ديت The virus infected millions of computer systems across the world الفيروس اللي هو اخترع أو عمله ده ابتكره يعني كان عدا أو عمل عدوى لملايين أجهزة أو أنظمة الحاسوب عبر العالم and caused millions of dollars of damage وسبب خسائر بملايين الدولارات سفين admitted his guilt to the detectives who finally found his home after a long search for the author of the virus يعني سفين اعترف بجرمه أو بزنبه للمحققين who finally found his home في النهاية توصلوا لبيته يعني اللي هما في النهاية توصلوا لبيته بعد بحث طويل عن مكتشف أو مؤلف أو مبتكر الفيروس they had started looking for him in Russia هما في البداية كان البحث تحتهم كان يبحث عنه في روسيا because of false clothes that's been had written in the program بسبب المعلومات الزائفة اللي هو كان كتبها في البرنامج برنامج he had spent an enormous amount of time creating that sensor virus in his bedroom هو كان قضى وقت كبير جدا يعني استغرق منه وقت كبير قوي وهو بيخترع أو بيبتكر الفيروس الساسر بتاعه ده في غرفته غرفة نوم he often spent ten hours a day in front of his computer يعني هو كان بيبضي حوالي عشر ساعات في اليوم أمام الكمبيوتر بتاعه but his parents hadn't known what he was doing at the time لكن والده مكانش عندهم معرفة هو بيعمل ايه في الوقت ده when he realized the virus on the internet he didn't realize it would cause so much damage لما هو نشر الفيروس على الانترنت مكانش يدرك انه هو هيسبب الضمار الكبير ده he was just delighted that it had worked لكن هو كان سعيد بس من هو إيه انه الفيروس بتاعه اشتغل I felt as if I had written a first class essay said Sven يعني هو بيقول أنا شعرت كإني بكتب مقال كده من الدرجة الأولى من التراز الأول يعني ده Sven هو اللي بيقول a student a student at a computer science school سفين ده كان طالب في مدرسة كمبيوتر I told my classmates they thought it was terrific يعني بيقول أنا قلت أو خبرت أصدقاء زمال الدراسة بتوعي وهم قالوا لي ده شيء رائع but his feelings changed very quickly لكن مشاعره او احساسه بقى تغير بسرعة he was terrified when he saw a tv news report about the virus and the damage it had caused هو شعر بالخوف ترعب طبعا لما شاف تقارير بقى في التلفزيون أو الأخبار عن تقارير إخبارية عن الفيروس ده وعن كم الضمار اللي سببه detectives arrested Sven after one of his classmates contacted Microsoft with a tip of about his activities يعني المخبرين بقى أو المحققين تمكنوا من القبض على السيدان بعد إيه بقى؟ بعد إتصال من أحد الزملائه لمايكروسوفت شركة مايكروسوفت أخبرهم أو يعني أرسل لهم علومات سرية عن نشاطاته مايكروسوفت had offered 250,000 dollars reward for information about the virus يعني شركة مايكروسوفت أعرضت مكافأة 250,000 dollars مكافأة من أجل أو علشان معلومات أو مقابل معلومات عن الفيروس However عرغم من ذلك Sven's teachers at school were astonished that Sven had created the virus مدرسين في المدرسة كانوا مندهشين أن Sven هو اللي عمل الفيروس ده They said that he wasn't a brilliant computer student هما قالوا أنه ما كانش طالب كمبيوتر زكي ما كانش طالب زكي يعني أو رائع يعني There are others in the class who are better than him One teacher said أحد مدرسين وقال أن فيه في الكلاس بتاعه طلاب أسكى منه بكتير While he was waiting for his trial to start Sven left school and started work يعني بينما كان هو منتظر بقى في المحكمة المنتظر المحاكمة بتاعته أنها تبدأ يعني بينما هو في انتظار محاكمته هو ترك المدرسة ويبدأ العمل A German computer company asked him to help them fight against the makers of computer viruses يعني في شركة كمبيوتر ألمانية طلبت منه إن هو يساعدهم في القضاء على أو في محاربة صناع الفيروسات على الكمبيوتر Sven's new job is to make firewalls vital pieces of software that protect computers against the type of viruses that Sven created الوظيفة الجديدة بتاعته بتاعت Sven كانت علشان إن هو يصنع زي قدران عزلة كده أو أمان حماية طبعا طبعا دي يعني وظيفة أو إن هو يعمل make firewalls جدران عزلة حيوية دي من شأنها إنها تحمي أجهزة الكمبيوتر من نوع الفيروس اللي هو إيه اللي هو اخترعوا أو ابتكروا After causing so many problems for so many people's computers بعد طبعا ما هو تسبب في الكثير من المشاكل لأجهزة الكمبيوتر بتاعت ناس كتير جدا Sven now has the opportunity to find ways of protecting them and repairing some of the damage he caused دلوقتي بقى سبين الآن يعني عنده الفرصة إن هو إيجاد طرق لحماية الأجهزة دي وتصلحها يعني تصليح أو إصلاح بعض من المشاكل اللي هو تسبب فيها بس كده إحنا كده خلصنا part 1 في إليمات بتاعتنا طبعا التدريبية بتاعتها دي هومورك لازم تعملوها بعد ما تسمعوا الدرس تحفظوا الكلمات بتاعته كويس وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم متنسيوش لايك وشير وسبسكرايب جدا